السلام عليكم عادت جوميتها حل شيحة منحج بالاعتزال لفستان ولاد رزق عادت الفنانة حل شيحة الى مكانتها داخل الوسط الفني بعد فترة طويلة من الاضطراب التي كانت تعيش فيهما بين العودة للفن والاعتزال الى ان قررت اخيرا العودة لمكانتها الطبيعيات مع اصدقاؤها داخل الوسط الفني وعادت حل شيحة للفن مؤخرا بعد اعتزالها لجموع الفنانين عما بدر منها من تحريم الفن فمنشور لها على الفيسبوك وقالت ان الفن سيظل رسالة سمية وحقيقية ومؤثرة نستهدف من خلالها وجدان كل مشاهد وستظل مصر بفنها وافنانيها القوة النعيمة بالوطن العربي وعلى مدار سنوات كان هناك حالة من التشتط تسيطر على حل شيحة باراء وافعل ما بين الاعتزال والعودة الى الفن انتهت برجعها الى مكانتها وسط زملائها الفنانين واعتذارها لهم والحكاية بدأت عندما اعلنت حل شيحة عودتها من الاعتزال ليكون هذا الخبر مبهج وسعيد لكل جمهورها ومحبيها داخل الوسط الفني وهو ما جعل تأمر حسني يستعين بها ففيلم مشأنا لتكون هي البطلة امامه وذلك قبل ارتداؤها الحجاب وبعد انتهاء تصوير الفيلم تفاجئ الجميع ان حل شيحة ارتدت الحجاب وطالبت من تأمر حسني حذف جميع المشاهد تصورتها معه وفيها انوع من انواع التلامس وهو ما رفضه تأمر حسني واصبح هناك ازمة بينهما امام النقابة ليونتها الامر بتحريم حل شيحة الفن وابتعادها عنه مرة اخرى وكتبت حل وقت طرح فيلم مشأنا منشور يعبر عن غضبها قائلا انا تفاجئت جدا بنزول كليب يجمع فيه مشاهد متفرقة من الفيلم وخصوصا بعد اخر بوست نزلته ووضحت فيه انا ايهن واتفاجئت اكتر خصوصا بعد وعد تأمر حسني لي وتأكيده انه سحترم رغبتي وبعض الطلبات اللي طلبتها منه بكل احترام وود الصيف اللي فات وادلي انه هي احترم رغبتي انا مش هتكسف من حد انا تبت من المشاهد دي وهي لا تصح وانا غلطت وبصلح واهم حاجة ان ربنا يرضى عني لان في القخر ده الليح ينفعنا مش شهرة ولا النجاح له ومش نجاح اصلا عن شأن النجاح الحقيقي حاجة تالية خالصة احنا اغربنا نسيناها الى القليلين من الفن لو بيخلنا نبعد عن منهج ربنا ومن ابقاش قدوة لولادنا يبقي باطل ومن ابقاش فن وكان رأى حلاشيحة في الفن بانه حرام كان سببه زواجها من الداعية معزي مسعود وهو ما جعل البعض يؤكد انه هو من اقنعها بهذا الرأي ولم تتراجع عنه حلاشيحة الا بعد طلاقها منه فاغسطس الماضي وهو ما جعلها تعتذر الوجموع الفنانين على قرأها بتحريم الفن وبالفعل عادت لجمهرها وخاضت اول بطولة بعد العودة مع خالد النبوة فمسلسل امبراطوريات مين وها هنا قد وصلنا الى نهاية الفيديو ارجو ان يكون قد نال اعجابكم